ونبقى في إطار حلويات العيد سوف نشارك معكم حلوة رائعة كمية وفيرة سابلي اقتصادي سوف نشارك معكم أيضا طريقة تحضير الكراميل المنزلي ناجح ومضمون ثلاثة المكونات فقط هنا ساعة سوف نوضع فيها 125 جرام من زبدة مارغارين لينا رشة من الملح التي تسحى الدوق اضفت أيضا كوب من سكر ناعم غرب وتخدموا المكونات مزيدا من بعد سوف نضيف كوب من زيت نباتي ونستمر هكذا نخدم العناصر مع بعضهم حتى تطلق لنا ذلك الزبدة ونحصلوا على خليط على شكل بومات فكل مكونات طبية الحال كتخدموه وكتعطيوه حقوه باش ان شاء الله تنجح معكم هاد الحلوة او هاد الصابلي صابلي هنا من بعد ما كنسجمونا العناصر ممكن يبقوش لنا ذلك الحبيبات وسط الخليط هنا غادي نضيف غادي نضيفه بيضاء بالنسبة لهذا الطابع اللي غنخدموه بي ان شاء الله المتوفر عن جميع بائعي مستلزمات الحلويات يعني طبعا اللي هو قديم تقريبا اربع سنوات ده باش خرج والثمان ده جدا مناسب سنضيفه كوب من شادورة او الميزينة وملعقة كبيرة من القهوة سريعة الدوبان اللي تخفوها بالماء سنضيفه الطحين الابيض او طقيق الفورستدريجين سنعطيكم ان شاء الله القياسات مضبوطة بالكاس هنا كيفما شاهتم معي اضفت الكوب الاول سنستخدموه النوع الجيد الخاص بالحلويات من طبيعة الحل وفي هذه المرحلة سنستخدموه فقط باطراف الاصابيع لكي لا تطلق لنا العجين الزيوت سنضيف الكوب الثاني ونستمر نجمع العجين والكوب الرابع نضيفه تدريجيا حتى نحصل على العجينة مجموعة وخفيفة في نفس الوقت هذا هو القوام ديالها مباشرة سنوضحها من قطعتين من ورق الزبدة ونعطيوها سمك اللي يكون شوية اغليد ما ترقوهاش بزاف بشبالي يكون مرش مادية للطابع في الحلوة سوف هنا ينبعد ما اعطيتها السمك المطلوب سناخدو القطعة اللي هذا هو شكلتها عندها جوج اشكال مختلفين عندها من واحد الجيهة شكل الوردة والجيهة الثانية هذا الشكل اللي فيه تقب في الوسط هنا ينبعد ما سرحت العجين سنمرر طابع ضروري تمره في الطحين لكي لا تسقش لكم مع العجين ونضغط بسهولة ويأتي هذا هو الشكل التاحة كيف مشاهدته معي سوف تحاولوا معه شوية في الجوانب سوف تزولوا حتى تزولوا لكم بالكامل وسوف ندخل هذه الفرار اللي سخونة على 180 درجة سوف ندخلها فقط على 160 حتى تتحمر من الجهتين فهذا الوقت سنمروا لكي نحضر الكراميل اخذت كاثرول وضعت فيها كوب كبير من السكر حبيبات سوف ندخلها على نار مهيلا كي يبال لكم انه بدكت كراميل إذا ملتحت سوف تحركوا السكر من الفوق حتى يدوب مزيان سوف يصبح كراميل سوف نأخذ نفس الكوب الذي وزنت به السكر سوف نضيفه تدريجيا ونحركوا بهذا الشكل الموضح كيف ما شاهدتوا معي بها طريقة لا تكتلش لكم بعكس الى ضفتوا ماء بارد سوف ينساجم لنا هذا الماء مع الكراميل سوف نضيفه 150 جرام من الشوكولاتة البيضاء لا تضيفه كاملة مرة واحدة سوف نضيف تقريبا نصف الكيمية سوف نحركها باستمرار وخيبا لكم شكلات لا نساجم مع الكراميل سوف تحركوا دائما على نار مهيلة وضيفوا قطع أخرى من الشوكولات ونحركوا بهذا الشكل الموضح تحركوا بسرعة وكل ما تحركوا كيف ما شاهدتوا معي هنا ينساجموا ذلك العناصر مع بعضهم ويتشكل لنا كراميل ونتم من طبع الحال تحكموا في القوام دياله سوف نجعله هنا حتى يبرد سوف نفرغوا في هذا الطبق رهموا تعديد الاستعمالات ومن شاء الله سوف يخرج كيمية وفيرة جدا سوف تحتفظوا بغرفة اللاجارة سوف يبقى مدة طويلة هنا يريد أن تخرج الحلوة من الفران كيف ما شاهدتوا سوف يدهب اللونها قليلا فقط لا تحمر بكثير ونأخذ كيمية من الكراميل سوف نستمرها حتى نكمل القطع كاملين ويأتي هذا شكلها النهائي كانت من شاء الله اقتراح اليوم يعجبكم غير من الأحسن من تعمرها لأنه لو وضعتها واحدة من فوق الأخرى سوف يخسر الشكل ديالها فكرا شكركم بزاف على حسن المتابعة خليت لكم مراحاً تلقى إن شاء الله في معي تجيب مع وصفة أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر